احنا دلوقتي هنروح شبرة من منزل طبعا سيد درويش ولقاء مع سيدة سوزان مهدي زوجة حفيد سيد درويش صباح الخير عليك صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا أحمد صباح الخير ضفتكم الكريمة احنا النهاردة طبعا بنحتفي بمقاوية فنان الشعب الفنان الأسطورة الكبير سيد درويش النهاردة احنا موجودين في بيته في المكان ده هو عاش عاش هنا في منطقة شبرة في جزيرة بدران البيت ده مكون من دورين ويمكن لسه موجود فيه الأساس اللي هو كان عاش فيه سواء السيرير بتاعه أو الأنترين اللي كان بيقعد فيه أو كل حاجة أو السلم اللي بيطلع عليه يعني الصوره هنا موجودة في كل مكان في البيت خلانا نتعرف أكتر على تفاصيل عن البيت اللي عاش فيه فنان الشعب سيد درويش من خلال ضفتنا الأستاذة سوزان مهدي وهي زوجة حفيد فنان الشعب سيد درويش يعني أستاذ سوزان صباح الخير تكلمينه وعارفينه أكتر عن البيت ده اللي عاش فيه سيد درويش هو البداية في البيت ده جات من طبعا كان هو عايش في اسكندرية وبداية موهبته وكده فسمعوا الشيخ سلام حجازي فبعدين نصحوا الشيخ سلام حجازي لأنه وجد موهبته كبيرة جدا قال له أنت لازم يا شيخ سيد المسابة الموسيقى في إيدك لازم تنزل مصر لأن فيها مسارح كبيرة وفيها فرق وكده لازم تنزل تتواجد فروض الفرج وإعماد الدين وكده ففعلا سمع كلام الشيخ أستاذه والسيخ سلام حجازي وجيه هنا وطبعا هو مجاش عايش هنا على طول في البيت ده القصة إنه هو كان بديح خير ساكن جنبنا هنا في جنب البيت فقال له كان بيتراودوا مع بعضه كده فهو تجوز الحجة جليلة عبد الرحيم زوجته اللي هي موجودة معاكم في الصورة هنا فهي كانت عايشة في البيت ده هي وإخواتها وقسرتها وكده فهو اتعاش هنا بقى واشترى البيت طبعا وقعد وعمل بقى الروايات العظيمة كلها تعاون مع أولاد عكاشة ومنيرا المهدية وبرم التونسي وبديح خيري ونجيب الرحاني وعلي الكسار كان بتعاون مع كله كله جورجي أبيض في البيت ده وعمل الروايات كلها في البيت ده كل الروايات العظيمة اللي عملها سيد دروش كانت موجودة في المكان اللي حضراتكم موجودين فيه دلوقتي في جزير البدران كلمين أكتر عن البيت ده بيتكون من إيه وإيه لسه الأساس اللي مزال موجود وكان عايش فيه بأثاره وبصماته فنان الشعب سيد دروش الله يرحمه طبعا هو عاش كرابة مثلا 11 سنة هنا وعندك كزي ما انت شايف ورانا هناك في الخلفية في الجريمافون وفيه الدولاب لإستوانات بتاعته وفيه هنا النوة الأصلية بخط إيده وفيه 26 أوبريت روايات كاملة محققة للدارسين والمصر يعني وفيه استوانات ندرة وفيه استرير بتاعه فيه بقايا بقى طبعا زوجته اللي كانت عايشة في القاهرة هنا الحجة الجليلة عبد الرحيم القاهرية طبعا مش ملهمته اللي في اسكندرية لاني فيه ناس كتيرة معتقدين انه هو اتجوز جليلة السكندرية لأ هو اتجوز الحجة الجليلة عبد الرحيم القاهرية هنا في المنزل ده وفيه مختنات كتير على فكرة الحيطان زي ما حضرتك قلت يا سيد أحمد بتقول أنا كان عايش فيها عايش هنا السلالم الحيطان نفس هي 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 نفس حيطان ما فيش حاجة تغيرت حتى شوف حضرتك البلاط البلاط نفس اسلوب بتاعه وفيه ان شاء الله شركة قريبة هتيجي ترميمه ان شاء الله يعني علشان طبعا نحافظ على هذا المنزل الحجة حسن درويش معاك في السورة هنا ابنه اللي في القاهرة مرمم البيت ده وشاله على كمر وطبعا وعمله وتوضيبات بس برضا تلبيت مع المرور الزمن محتاج رعاية أكتر من كده عرممنا طبعا الميا والسباكة والحاجات دي بس ان شاء الله الوجهة الخارجية لسه عايزة ترميم يا رب الشركة ان شاء الله تستجيب كده ونتواصل معها ان شاء الله وليلي المنطقة هنا اختلفت ايه عن الفترة الفاتت والجران كمان يعني يمكن فيه تحت مكتوب هنا عاش فنان الشعب سيد درويش وطبعا ده مجلس الوزراء هو مبادر من مجلس الوزراء لكل فنانينا العظام وعلمنا طبعا مكتوب تحت على مدخل العمارة هنا عاش سيد درويش وليلي يعني الجران هنا بيقولوا ايه وهم جران فنان الشعب سيد درويش هم والله فخرين جدا جدا يعني حتى العمال البسطاء يعني كل انتعرف ان احنا في حي شعبي فكلهم بيفتخروا بيه لو قلت لأي حد فين بيس سيد درويش توبست لأيهم هم بياخدوه ويقولوا بيس سيد درويش هنا كمان حصلت حاجة جميلة جدا ان احنا لما عملنا احتفالية هنا لأول مرة منظمة الامر المتحدة للفنون عملت احتفالية لأول مرة في بيته هنا في منزله فجم بتوع الامن طبعا عشان الامن والاجراءات كده فالامن نفسه بقى فخور جدا امن الدولة يعني بالتأكيد هي طبعا مبادرة جميلة جدا هنا احنا كلنا طبعا فخورين كمصريين بفناننا العظيم فنان الشعب طبعا سيد درويش وليلي كمان ايه هنا حاجات اثار مازالت موجودة يعني انا شايف العود بتاعه ومجموعة والسرير بتاعه زي ما هو اه اه السرير احنا طبعا محتاج ترميم ده بقى له فترة كبيرة السرير عايز ترميم وفيه زي ما قلت لك الجريم ما فون ده بتاعه وفيه نوات الاصلية بتاعته وفيه نوات بخط ايده فيه استوانات بتاعته استوانات بتاعته فيه كمان الدولاب بتاعه فيه استوانات بتاعته منيرة المهدية اه اولاد عكاش علي القصار هو عشان هو كان يعني نبغى فكان بتعامل مع كل دول وكانه بحق نجاح كبير قوي قوي لان هو كان موهوب بالفترة طبعا فكان كل الناس دي العباقرة دي كلها كانوا بيجوا البيت ده اللي حضرتك موجود في دلوقتي شرفتين أستاذ سوزان مهدي زوجة حفيد فنان الشعب سيد درويش عودة لكم مرة تانية بعد ما كنا داخل بيته هنا في حي شبراء اللي عاش فيه سنوات طويلة إليكم زملائي في الاسم بنشكرك أحمد الحسيني والشكر أيضا موصول للسيدة سوزان مهدي